اشتركوا في القناة في نهاية الدرس توقع منك أيها الطالب أن تكون قادرا على أن تعد الأعداد حتى العدد 15 بشكل صحيح وأيضا أن تمثل العدد 13 و 14 و 15 بطريقة صحيحة هل أنتم مستعدون؟ بداية نحتاج إلى ملزمة التهيئة وقلمك وبعض من المكعبة أو أي ألعاب موجودة لديك الآن لنتذكر سويا كيف يمكننا أن نمسك القلم الرصاص أولا نقوم بفتح اليد اليمنى ثم نقوم بضم الإصبع الصغير والإصبع الذي بجانبه ثم نمسك القلم بالثلاثة أصابع هذه أنا متأكدة أنكم تستطيعوا أن تمسكوا القلم بطريقة صحيحة الآن تعلمنا في الحصص السابقة كيف يتعد الأشياء حتى العدد 12 انظروا هنا ماذا يوجد لدي هنا؟ أحسنتم إنها كرات جميلة ذات اللون الأصفر هيا بنا لنعد معا تلك الكرات بصوت مرتفع واحد اثنان ثلاثة أحسنتم أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أنتم رائعون أحد عشر اثنى عشر ممتاز إذن عدد تلك الكرات اثنى عشر كرة أنتم حقا رائعون والآن هيا بنا لنتعرف اليوم على أعداد جديدة هيا بنا انظروا هنا هل تتذكرون من هذه؟ نعم إنها صديقتنا منيرة في الصف الأول قامت منيرة بجمع مجموعة من حبات الفراولة وقفت منيرة بعدما قامت بجمع تلك الحبات تسأل نفسها كم عدد تلك الحبات؟ هيا بنا لنساعد منيرة في عد تلك الحبات وإيجاد عددها ومن ثم نقوم بتمثيلها باستخدام قطع العد هل أنتم مستعدون؟ ممتاز إذن أريد منكم عندما نقوم بالعد أن نضع إشارة على كل حبة فراولة نقوم بعدها أنا سأقوم بمسك هذه المساكة وأقوم بالعد بطريقة صحيحة هيا بنا أسمعوني واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر أحسنتم، ما رأيكم الآن؟ هيا بنا لنمثل العدد ثلاثة عشر هنا في هذه اللوحة انظروا، ما هذه اللوحة؟ أحسنتم إنها لوحة العشرة لوحة العشرة هي دورة لماذا سميت بهذا الاسم؟ ممتاز لأنها تحتوى على عشر مربعات هيا بنا لنتأكد هل تحتوى على عشر مربعات أم لا؟ هيا بنا لنعد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر أنتم رائعون برأيكم هذه اللوحة كم سأضع بها من قطع العد؟ ممتاز سأضع بها عشر قطع من قطع العد ولماذا؟ أحسنتم لأنها تحتوى على عشر مربعات هيا بنا لنعد ونمثل العدد ثلاثة عشر رددوا معي بصوت عالي واحد، أحسنتم، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ثمانية، تسعة، عشر أنتم رائعون هل انتهيت؟ أحسنتم، لا هيا لنكمل خارج اللوحة عشرة، هيا لنعد بعد العشرة عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر أنتم طلاب الرائعون والآن يا ترى، انظروا هنا مما يتكون العدد؟ ثلاثة عشر أحسنتم يتكون من عشرة انظروا، التي وضعتها هنا في هذه اللوحة العشرة وثلاثة إذن يتكون العدد ثلاثة عشر من عشرة واحدة وثلاثة أنتم رائعون؟ إذن عندما أقوم بتمثيل العدد ثلاثة عشر بقطع العدد، كم قطعة عدد أحتاجها؟ ممتاز، أحتاج إلى ثلاثة عشر قطعة من قطع العدد الآن، ما رأيكم الآن؟ إذا أقوم بتمثيلها مرة أخرى هنا على الصبورة؟ أحسنتم هيا، عدوا معي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر أنتم حقاً رائعون والآن، بعدما قمنا بتمثيل العدد ثلاثة عشر أنظروا الآن، ماذا سنفعل؟ أحسنتم، سنقوم بتلوين المربعات بحسب عدد حبات الفراولة من يذكرني؟ كم كان عدد حبات الفراولة؟ ممتاز، كان عددها ثلاثة عشرة حبة فراولة إذن يا ترى، كم مربعاً سأقوم بتلوينه؟ أحسنتم، سأقوم بتلوين ثلاثة عشرة مربعاً هيا بنا، عدوا معي بصوت مرتفع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أحسنتم، انظروا، عشرة هيا لنكمل أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر وهذا هو العدد ثلاثة عشر أنتم حقاً رائعون يا أبطال إذن الآن، هيا لنستنتج معاً مما يتكون العدد ثلاثة عشر أحسنتم، انظروا، هذه عشرة واحدة عشرة وثلاثة أنتم حقاً رائعون ما رأيكم الآن؟ لننتقل معاً ونقوم بحل هذا التدريب عليكم الآن فتح ملزمة التهيئة صفحة ثمانية لنحل أنا وأنتم التدريب رقم اثنان هل قمتم بفتح الملزمة؟ أحسنتم الآن لنقرأ السؤال ألون المربعات بحسب عدد الفاكهة في كل صورة يوجد لدي هنا مجموعة من الفواكه المطلوب أن أقوم بعد تلك الفواكه وأقوم بتلوين المربعات بحسب عددها هل قمتم بعد الفواكه؟ أحسنتم الآن لنعدها سوياً هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر أحسنتم إذن الآن سأقوم بتلوين ممتاز ثلاثة عشرة مربعاً انظروا ماذا فعلت هنا؟ ماذا؟ أحسنتم لقد قم بتلوين العشرة مربعات مرة واحدة لأنها لوحة العشرة تحتوي على عشرة انظروا هيا لنعد سوياً هذا يسهل علينا عملية العدد عشرة هيا لنكمل بعد العشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر انظروا يتكون العدد الثلاثة عشر من عشرة واحدة وثلاثة أنتم رائعون والآن بعدما تعرفنا على العدد الثلاثة عشر وكيفية تمثيله انظروا ماذا يوجد لدى منيرته أيضاً بعدما قامت منيرة بعد تلك حبات الفارولة انظروا ماذا شاهدت؟ شاهدت مجموعة من الطيور فده يسؤال لكم الطيور كائنة حياة؟ أحسنتم، ولماذا؟ ممتاز لأنها تتغذى وتتحرك وتتنفس أنتم رائعون وأيضاً تنمو ممتاز الآن وقفت منيرة تفكر ما تؤيا ترى كم عدد تلك الطيور هيا يا بنا لنساعد منيرة ونعد تلك الطيور معها ولا ننسى أن نضع إشارة على الأصفورة أو الطير الذي نقوم بعده هيا لنعد معاً بصوت مرتفع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر أنتم رائعون؟ إذن عدد تلك الطيور أربعة عشر ما رأيكم الآن؟ لنقوم بتمثيل تلك الطيور أيضاً في تلك اللوحة الجميلة لوحة من يذكرني ما اسمها؟ أحسنتم لوحة العشرة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تحتوى على عشرة مربعات إذن هيا لنتذكر كم سأضع في تلك اللوحة؟ أحسنتم سأضع بها عشرة قطع من قطع العد هيا بنا لنعد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة هل انتهيت من تمثيل العدد أربعة عشر؟ أحسنتم لا لم ننتهي الآن لنقمل خارج اللوحة ونعد بعد العشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر وأربعة عشر الآن قمت بتمثيل العدد أربعة عشر بكم قطعة عد؟ أحسنتم بأربعة عشر قطعة عد يا ترى مما يتكون العدد أربعة عشر؟ أحسنتم يتكون من عشرة التي بداخل لوحة العشرة وعشرة واحدة وأربعة ممتاز الآن بعدما قمنا بتمثيلها هنا بلوحة العشرة الآن سنقوم بتمثيلها هنا على الصبورة هيا بنا لنعد سويا ونمثل العدد أربعة عشر هيا عدوا معي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة عشرة هيا لنقمل أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر الآن قمنا بتمثيل العدد أربعة عشر باستخدام أربعة عشر من قطع العد أنتم حق الرؤون والآن يا ترى بعدما قمنا بتمثيل العدد أربعة عشر ماذا سنفعل الآن؟ أحسنتم سنقوم بتلوين المربعات بحسب عدد الطيور من يذكرني كم كان عددها؟ ممتاز كان عددها أربعة عشرة طيرا إذن سنقوم بتلوين أحسنتم أربعة عشرة مربعا انظروا هنا ماذا سأفعل؟ سأقوم انظروا ماذا فعلت؟ أحسنتم قمت بتلوين هذه اللوحة وهي لوحة العشرة مرة أخرى لكي تساعدني بسرعة أقوم بالعد أحسنتم لأن عشرة هي لنكمل أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر هل سأقوم بتلوين مربعات أخرى؟ ممتاز، لا، ولماذا؟ أحسنتم لأن عدد الطيور أربعة عشرة طيرا أنتم حقا رائعون، والآن بعدما قمنا بتمثيل العدد أربعة عشر بقطع الحد، وأيضا قمنا بتلوينهم داخل مربعات العشرة، ما رأيكم الآن؟ لننتقل ونحل سويا ذلك التدريب عليكم الآن فتح ملزمة التهيئة صفحة أحد عشر لنحل أنا وأنتم هذا السؤال هل قمتم بفتح الملزمة؟ ممتاز، هيا بنا لنقرأ السؤال ألون المربعات بحسب عدد الطيور في كل صورة هنا لدي هنا مجموعة من الطيور المطلوب أن ألون المربعات هذه بحسب عدد الطيور هذه الآن هيا بنا لنعد معا تلك الطيور أسمعوني صوتكم بصوت مرتفع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر أنتم رائعون والآن لدي أربعة عشر من الطيور كم مربعا ألونه؟ ممتاز، سألون أربعة عشرة مربعا ولماذا؟ لأن عدد الطيور هنا أربعة عشرة طيرا انظروا هنا، ماذا سأفعل؟ سأقوم بتلوين حسنتم، العشرة مربعات هذه مرة واحدة لنكمل العدد عشرة، هيا بنا لنكمل أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر أنتم حقا رائعون والآن هيا بنا لنشاهد ماذا فعلت مونيرة بعدما قامت بعد الطيور وحبات الفراولة انظروا ماذا فعلت؟ ذهبت إلى غرفتها لترتب ألعابها وعندما كانت ترتب مونيرة ألعابها وجدت مجموعة من السيارات وقفت تسأل نفسها يا ترى كم عدد تلك السيارات؟ الآن ما رأيكم لنعد ونساعد مونيرة في معرفة تلك السيارات؟ كم عددها؟ الآن هيا بنا بصوت مرتفع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر أحسنتم، والآن ما رأيكم لنمثلها؟ أحسنتم، انظروا، انظروا هنا إنها أربعة عشر يا ترى لدي هنا أربعة عشر من قطع العد كم سأضيف أو أزيد على الأربعة عشر حتى يصبح عددهم خمسة عشر؟ أحسنتم، سأضيف قطعة عدد واحدة انظروا الآن أربعة عشر، خمسة عشر أحسنتم، إذن يا ترى كم مما يتكون العدد خمسة عشر؟ ممتاز يتكون من عشرة واحدة وخمسة ما رأيكم الآن؟ لنقوم بتمثيلها هنا على هذا اللوح الجميل هيا ما أعد بصوت مرتفع وبسرعة واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15 أنتم حق الرائعون الآن لننتقل ونقوم بتلوين عدد المربعات بحسب عدد السيارات التي كان عددها أحسنتم، خمسة عشرة سيارة، انظروا هنا وهنا أحسنتم، الآن انظروا، كم مربعا قمت بتلوينهم؟ أحسنتم أنهم عشرة وخمسة، يعطيني خمسة عشر، أنتم حق الرائعون والآن، ما رأيكم الآن؟ لننضقل ونحل هذا التدريب معا الآن عليك عزيز الطلب أن تقوم بفتح ملزمة التهيئة صفحة 14 لنحل ذلك التدريب معا ماذا يقول هذا السؤال؟ ولون المربعات بحسب عدد السيارات في كل صورة هيا معا لنقوم بعد تلك السيارات سريعا سريعا أحسنتم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15 أحسنتم، أيها الأبطال، والآن، ماذا يوجد لدينا؟ الآن عليكم فتح ملزمة التهيئة صفحة 9 وحل تدريب رقم 3 وأيضا فتح ملزمة التهيئة صفحة 12 وحل تدريب أيضا رقم 3 وأيضا فتح صفحة 15 وحل تدريب رقم 4 الآن بإمكانكم إيقاف الفيديو والحل بمفردك ثم أرجوها مرة أخرى لنتأكد من صحة الحل الآن لنتأكد من صحة الحل انظروا معي الصفحة 9 من ملزمة التهيئة ولون المربعات بحسب عدد الفاكهة كم كان عدد تلك الحبات البرتقال الجميلة؟ أحسنتم كان عددها 13 فرتقالة إذن سألون 13 مربعا انظروا ثلاثة عشر عشرة وثلاثة أنتم رائعون إذا كانت إجابتكم صحيحة بإمكانكم بس مواجه المبتسم فأنتم تستحقون ذلك والآن نتقلق للسؤال التالي ألون المربعات بحسب عدد الطيور من يذكرني؟ من قام بعد تلك الطيور؟ أحسنتم وكان عددها ممتاز كان عددها 14 طيرا إذن سألون ممتاز 14 مربعا 10 و 4 أحسنتم الآن إذا كانت إجابتكم صحيحة أيضا بإمكانكم رسم وجه مبتسم لأنكم تستحقون ذلك والآن ننتقل إلى هذا التدريب ألون المربعات بحسب عدد السيارات من قام بعد تلك السيارات؟ جميعكم أنا متأكدة من ذلك كم كان عددها؟ أحسنتم 15 هيا لنلون 15 مربعا ممتاز بارك الله فيكم والآن قوموا بمكافأة نفسكم ورسم وجه مبتسم ما رأيكم الآن؟ إذا نقوم بحل الواجب صفحة 9 من ملجمة التهيئة تدريب رقم 4 وأيضا حل الواجب صفحة 12 تدريب رقم 5 وأيضا صفحة 15 حل تدريب رقم 6 والآن لقد تمكننا اليوم من عد وتمثيل الأعداد 13 و 14 و 15 بشكل صحيح بارك الله فيكم وإلى اللقاء في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر